اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي واصحابيه اجمعين بيجي وجيج يا بنات نورادي الفيديو عند امامتي فرش رمضان عند امامتي اه انا ببسطة جدا جدا فالو انت امرتش في قناتي اتمنى تدعميني باللايك والاشتراك عشان انا كان عندي قناة افلت ودي قناتي التانية فاتمنى ان انتم تشتركوا في قناتي ويتفعلوا زر الجرس وادسوا لي لايكات كده علشان يوصل لكم كل جديد تمام اول حاجة كده احنا رصينا الكرازي كنا مسحينها طبعا احنا ما صورناش للمسح علشان خاطر النور كان رايح وما زال النور احنا بنصورها عبضلنا تمام اه هنا كنت بعلق استطارة بتاعة النور كده زي ما انتم شايفين اه تمام اه دي استرتي اللي كانت في شقاتي انا بدلت مع ماما تمام فكنت بعلق لها كده استطارة بتاعة النور اه على استطارة بتاعة البلكونة اللي فوش السفرة بعد كده جينا فكرنا عن العند الانتاريه ابتديت افرش اه المفرش الخيمية دوت علشان خاطر اعمل لها جيكور رمضاني بقى هنا كنت جايبة استطارة عليها بوجي ديت وعلقتها في الطرقة اللي هي جنب الكورنل اللي احنا عاملين فيه اه جيكور رمضاني كده هشارككم معاكم طبعا انا هحط في ايه وكل حاجة اه هنا كده هفرشت المفرش كده جنب استطارة جنب مدخل استطارة بعد كده هبتدي لنا احط الفنوس اللي مكتوب عليه رمضان كريم بالمناسبة الفنوس ده انا اللي عامله فلو الحد عايز الفيديو يكتب لي في الكماندات وهنا نزله الفيديو على طول تمام اه هنا كنت بتزباطه بس كده حطيته في الكورنل ده بعد كده دخلت على البوفي ابتديت بقى شيل كل الحاجات اللي عليه ده كان المعطر والجلانس وملمع الخشب والمنازيل اللي كنا بنمسحه بيها الصفرة والكراسي وكده حلمة بقى كل اللي على الصفرة كده ونبتدون نفرشه مع بعضينا اه البوفي احنا مش هنحط عليه حاجة كتيرة هنحط الحاجات بس اللي بنستخدمها فانا كده برضا قعدت مسحة كده عشان لو في طراب ولا اي حاجة عشان عايز اقول لكم شو اللي بتبقى على الشرع دي بتملط رب عبط المهم اه بعد كده ابتديت اللي انا افرش المفرش ده اه المفرش كده مكتوب عليه رمضان كريم كده تمام اه فرشته لكده على البوفي وهبتدي بقى احط عليه الحاجات اللي احنا هنه هنحتاجوها هحط اول حاجة طبق الفاكهة تمام اه وهحط كمان اللي مستوى سمع سيدنا محمد هنا كنت بام لعلبة المنازل عشان هحط علبة المنازل تمام عشان تبقى قريبة ونصفرة اوكي فحطت كم بها كده علبة المنازل هحط الناحية التانية المبخرة ديت مكتوبة على رمضان كريم اه بالمناسبة المبخرة دي بتنور وكمان ليها درجين بتحط فيها البخور والفحم هنا دي البمبونيرة دي احنا ملينها طمر وحطينها برضك على الترابيزة على تلبو فيه بتاع الصفرة كده كنا خلاص كده خلصنا الكورنل ده بعد كده جبت الصناء اللي هي بدي الايكاية ديت حطيت فيها الفانوس دوت وكمان التمرية ديت آآ هرجع هشيل الفانوس هحط حاجة تانية بداله هتشوفوها دلوقتي تمام آآ هحط الفانوس اللي هو بدي الايكاية دوت وهشيل الفانوس دوت وهحط تاني برضك هنشوفوه مع بعضينا جنب الفانوس اللي كنا حطينا في الكورنل حطيت بتاع مشاكشك وحطيت كمان آآ بوجي وطمطم على اساس آآ بوجي وطمطم لون هموف لون السطارة وعم شك شك تبع العيلة فتبقى العيلة كلها ايه بوجي وطمطم وعم شك شك. ده كده الشكل بتاع الكورنل. آآ بعد كده حطيت هنا في آآ في الصينية. حطيت المصحف والسبحة والتمارية والفنوس. على اساس اللي هيصلي يحط ايه? يقرا في المقرأ في المصحف يعني. وكان بيه كمان ايه? السلحة بتاعته. حاب يأكل تمارية ولا حاجة تبقى الطمر كمان قصده. بعد كده جينا تحت الشاشة اللي عند الانتريه خطينا المفرش الخيامية دوت. وعلى الترابيزة حطينا كمان المفرش اللي عليه رمضان كريم دوت. هحط عليه آآ بردك منازيل. وهحط عليه الله ما سوى وسلم على سيدنا محمد. الطفاية. آآ وهنا جنب البلاستيشن خطيت طمطم كده وقفة. شكلها حلو قوي. تمام? جنب البلاستيشن وزرسيفر. هحط هنا كمان الله ما سوى وسلم على سيدنا محمد. حطينا حبل نور هنا كده. تحت الشاشة عطى شكل طحفة طحفة طحفة. بعد كده هنفرشوا بقى الركنة بتاعتنا. هنحط عليها آآ كفرات نورها آآ هي مش كفرات هي دفاية. بس احنا بنفرشوها على آآ يعني عشان الاطفال وكده ما يوسخوهش. تمام? ده كده شكلها بعد ما فرشناها. عاديكوا طبعا تكتبوا لي رأيكم في الكماندات تقول لي رأيكم في اللي احنا عملناها. تمام? وهل حلوة ولا مبينة ولا كتير ولا ايه بالزبط. آآ بعد كده ابتلت ان انا احطت بتاع رمضان كريم ده البلاك هشيله دلوقتي يعني انا بحب ايه? هشيله وحط لحد ما رسع على حاجة انا عايزاه. وحطيت اللي هو مكتوب عليه رمضان كريم من ناحية التانية. هنا بقى كنت حطيت السلم بتاع المصليات والسلم ده انا اللي عاملاه. بعصيان المقشة يعني عزكم الله. آآ وحطيت عليه المصليات. حطيت كمان الفنوس اللي جنبه ده المربع ده الطويل. ده برضك انا اللي عاملاه. وابتلت ان انا شغل الانوار كده. وده كده بيكون اللي احنا عملني. حطيت كمان آآ فرع النور اللي نونه موف ده. وكمان يرد على السطرة ويبقى كلهم ايه? في كورنال كده. كمان حطيت الرمضان كريم ده اللي هو مسك المدفع. المسحراتي. المكتوب عليه رمضان كريم. اهو كده. تحتيه كده الفنوس. تبصوا الفنوس ده انا عامله. الفنوس اللي في الجنب انا اللي عامله. والمصحف كمان انا اللي عامله الجليتر بالفروة بتاعه. في اي فيديو يعجبكم او يخطر على بقى لكم ورزعوني كومنتي كده هتلقوني بننزل لكم الفيديو على طول. كمان السلم بتاع المصليات خد تلات مصليات. حلو جدا جدا جدا. انا عملت لهم بالآ بالموف والاسود. علشان يمشي مع بقية الذكرات بتاعة الفرش. تمام? تمام. هنا بقى كنت خلاص خلصت. آآ علقت الستارة. بصوا النور اللي هو ليه مشابك. حطيت فيهم اللي هما اللي اللي هما بيبقى الحبل اللي ما فيه بوجي وطمطم وكده. حطيتهم فيه كده. تمام? وخليتهم فوق استطارة يدوا كوكتيل مع ده اوارم يعني ينواروا الدنيا. بعد كده جبت مهطر فريدة اللي هو العود. عشان بقى رمضان وكده بقى روايح العود والمسكة والحاجات الحلوة ديت. وابتديت اللي انا ارش في كل المكان كله 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 معتر وتاع المصليات وعصة تقير ويلا يلا تشي 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 خليت ريحة الصالة. اللهم بارك حاجة كده تشرح القلب. بصوا تشرح القلب الحزين. كانت مبسوطة جدا جدا جدا. فلو انت وصلت معي لحد الفيديو ده ما تنسيش تدعميني باللايك. عايز اقول لك كمان انا حطيت الكوشن الاسود تحت. حطيت الكوشن بتاع البنوتة اللي عليها رمضان كريم ده واحد هنا واحد هنا يردوا على بعض. وكمان الكوشن اللي عليه رمضان كريم الموف ده هنا. آآ كده شكل الركنة بتاعتي. تمام? هنا كمان ولعنا النور. الترابيزة بتاعتي هي بردك حطيت عليها علبة طمر. على اساس مسلا اي في اي حد ماشي في اي حتة في البيت للاقي طمر ياكل على طول. طبعا انتنا عارفين ان الطمر من الحاجات الحلوة في رمضان. وده كان اخر الفيديو ربكم الفيديو عجبكم. السلام عليكم. بعد ما روحت بقى هنا كنت روحت حبيت تدمج معكم والحتة دي بتاعت الصحور. تمام? عشان انا زهلكوش بقى في فيديو منفصل. حبيت قدمج لكم كده الصحور كمان آآ في الفيديو دوت. هنا كنت بفرش آآ مفرش آآ صفرة. تمام? عايز اقول لكم مفرش الصفرة من احسن الحاجات اللي ممكن تستخدمها في رمضان. اقلب قلب وفي الاخر اللم وآآ ورمي على طول. حطيت لانشون وجلنا تركي وكمان اتنين زبادي ليه انا وجوزي بس. تمام? معنا كمان هنا الزيتون. حدا هيقول لي الزيتون بيعطش آآ جوزي بحب يأكل الزيتون. معنا مناش دعوه. تمام? آآ المهم وحطيت كمان آآ الكوستر ده حط عليه طبق الفول. تمام? طبق الفول اساسي طبعا علشان ده اللي هيسندنا طوله النهار. آآ وحطيت كمان اللهم صالي وسلم مبارك على سيدنا محمد. حطيت ايه تاني? حطيت آآ جبنة وحلاوة ومربة في العلبة دي. ليه? علشان اللي يفيد اغطيها ومحتاجش ان رجحها تاني العلبة. ده كده مخلي البنجر. وحطيت اللهم صالي وسلم مبارك على سيدنا محمد. طبعا آآ بيتين بيضا ليه وبيضا ليه. تمام? وكده بيكون الصحور بتاعي آآ جاهز كده ما فيهوش ايه افتكاسات تاني. آآ صحور خفيف لطيف. هحط كمان آآ مع الصحور آآ الراديو. حدا هيقول لي الراديو هقول له اه الراديو عشان بقى احنا مش عايزين نسمعهم السلسات احنا عايزين نعوده كده نتصحره على انغم الراديو كده بصراحة من احسن الحاجات اللي بتغيري النفسية ونموت. حطيت كمان العيش وده كده بيكون الصحور بتاعنا آآ الصحور بسيط جدا آآ احلى حاجة في الصحور ده انه هو معمول على على نغمات الراديو. هيوديكي بحتة تانية. لايك واشتراك للقناة ستاني بجال كتير مع اياسة.